السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي بتدور على تنسيق الثانوي العام وتنسيق الثانوي الفني والمدارس اللي بعد تلتعدادي كل سنة وحضراتكم بخير ويا رب ان شاء الله كل واحد يدخل المدرسة اللي هو عايزه بعد ما ظهرت محافظة الاسكندرية حبيبنا الطلاب والطالبات عايزين يعرفوا تنسيق الثانوي العام المتوقع ايه بالنسبة لمحافظة الاسكندرية بص يا شباب ان شاء الله في الفيديو ده هقولك على تنسيق الثانوي العام والفني المتوقع لالفين اربعة وعشرين السنة دي ان شاء الله ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه وانتنساش بقى لو اول مرة حضراتك تشاهد فيها القناة شرفني ونورني بالاشتراك ونساش تفعل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد واسفل الفيديو يا شباب رابط قناة التليجرام اللي عليها حاجة كتير ان شاء الله تساعدك لو انت هتقدم في مدارس بيتطلب ليها اختبارات للقبول بنقولك الاختبارات دي عبارة عن ايه وهتذكر ازاي وبنوفر لحضراتك ان شاء الله المنازم بص يا شباب عندنا الثانوي العام بالنسبة لمحافظة الاسكندرية حضراتكم عارفين ان نسبة النجاح السنة دي كانت 86.2% وده كان زيادة عن السنة اللي فاتت لان السنة اللي فاتت كانت 83.9% يعني زادت ما يقرب من 2 وشوية في المية تمام كده السنة والعام السنة اللي فاتت 225 فالمتوقع لمحافظة الاسكندرية السناد ان شاء الله بامر الله هيكون نفس الرينج 225 وممكن يزيد معاك لحد 230 يعني ده المتوقع يعني غالبا ان شاء الله هتاخد على 227 وعشرين وطبعا ده يا شباب كمرحلة اولى محدش يقلق لان في مراحل تانية ساعد بيقى في مرحلة تانية تالتة احيانا كمان بيبقى في مرحلة رابعة تمام كده يا شباب ويمكن السنة اللي فاتت وصلت مرحلة تانية لمتين وخمستاشر تمام فبرضو السنة دي ان شاء الله محدش يقلق هي هتبتدي ممكن عالية شوية 227 متين تمانية وعشرين بس ان شاء الله هتقل وتوصل لمتين وخمستاشر ويمكن كمان ان شاء الله تخش على ميتين واثناشر فمش عايزين حد يلأ ان شاء الله بامر الله هتلاقي الموضوع سهل وكله ان شاء الله يخش المدارس اللي هو حبيبها وهو عايزها تمام كده يا شباب يبقى ده بالنسبة للثنوي العام خش بقى على الثنوي الفني اللي برضو بيدوره بيتأثر بدرجة النجاح او نسبة النجاح بتاعة الثنية دي بالنسبة للثنوي الصناع يا شباب من المتوقع في محافظة الاسكندرية انه ان شاء الله هياخد من مية وسبعين لميتين وخمستاشر على اختلاف المدارس عندنا مدارس عالية في التنسيق بتاعها اصلا وفي مدارس هتكون متوسطة وفي مدارس اقل شوية يمكن بعض المدارس اللي ممكن تبقى عالية السنة دي زي مدارسة طصن الصناعية بنين من المتوقع تاخد من ميتين وعشر لميتين وخمستاشر الرنج ده مدرسة الاسكندرية الصناعية بنين نفس الحكاية عندك مدرس الورديان ممكن تاخد اقل شوية من 215-212 يعني في هذا الرنج وعندك بقى مدارس تانية برضو للبنات زي مدرسة مصطفى كامل من المطاقة عليها 205 مدرس الورديان الثانوية الصناعية بنات برضو 205 وفي مدارس يا شباب ممكن تاخد بقى معاك الـ 170 زي مدرسة علي بن ابي طالب الصناعية اللي موجودها في العمرية ممكن توصل الـ 170 ويبقى المدارس بتاعتنا الصناعية يا شباب الرنج بتاعها من 170 لـ 215 ده بكتير ان شاء الله طب يا مستر بالنسبة للسنوي التجاري والفندقي بالنسبة للسنوي التجاري والفندقي يا شباب الرنج بتاعه برضو هيكون يعني عالي شوية او زي السنة اللي فاتت وان شاء الله يا رب يا رب يكون اقل من كده كمان الفندقي قالبا هياخد من 200 لـ 205 واحنا عندنا في محافظة الاسكندرية مدرسة الاسكندرية الفنية الفندقية والخدمات السياحية المشتركة دي متوقع عليها 200 مدرسة احمد زويل الفندقية المشتركة برضو متوقع عليها 200 اما عن المدارس التجارية يا شباب فالمتوقع عليها من 165 لـ 195 تمام كده زي مدرسة سموحة الفنية 190 درجة مدرسة جاناكليز الثانوية برضو 175 درجة دي الحاجات المتوقع عليها يا شباب وفي مدرسة ام المصريين الثانوية المسائية بنات 165 مدرسة فاتح الله الثانوية برضو بنات 165 درجة اذا التجاري يا شباب طبعا مش عايز اقول كل المدارس عشان الفيديو ما يطولش اكتر من اللازم التجاري غريبا هياخد من 165 وممكن كمان 165 معاك لـ 195 درجة طب يا مستر بالنسبة بقى للمدارس الزراعية التعليم الزراعي اخباره اي ده يا شباب متوقع له من 165 لـ 175 تمام كده يا شباب طيب بالنسبة بقى للتعليم والتدريب المزدوج طبعا يا شباب دي مهم بتختلف باختلاف المهنة من مدرسة لمدرسة هنقول برضو التوقع بتاعتنا مدرسة بنك كوتن الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنات متوقع لها 200 درجة مدرسة الاسكندرية الثانوية الزراعية برأس السودة 165 درجة مدرسة توصن الثانوية الصناعية بني 200 درجة في مدرسة طلعة حرب الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج اقسام تجارية 220 درجة مدرسة طلعت حرب الثانوية تعليم وتدريب مزدوج ملابس جهزة بنات 180 درجة مدرسة طلعت حرب تعليم وتدريب مزدوج بنات أقسام صناعية وقسم الوجبات السريعة 190 درجة الشهيد محمد نعيم الثانوية الفنية للتعليم وتدريب مزدوج بنات أقسام نسيجية 170 درجة رشد الثانوية الصناعية بنات ملابس جهزة 175 درجة مدارس إدارة وسط الشطبي الميكانيكية بنات تخصص ميكاترونيك سيارات 200 درجة مدرسة محمد علي الزخرفية بنين أقسام ناسيج وتجهيز منسوجات 170 درجة مدرسة كيابو الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ملابس جهزة بنات 170 درجة مدرسة النهضة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ملابس جهزة بنات وتجهيز منسوجات بني 170 درجة في مدارس إدارة غرب مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات 190 في مدارس إدارة العمرية مدرسة العمرية الثانوية الصناعية بني 185 درجة في مدارس إدارة برج العرب مدرسة برج العرب الثانوية للتعليم والتدريب المزوج أقسام تجارية 210 درجة مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بنيات 170 درجة ومدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج أقسام صناعية بنيات 180 درجة مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية تخصص صناعات غذائية 160 درجة ده التعليم والتدريب المزدوج الدرجات المتوقع عليها إن شاء الله 2024 يا شباب ربنا وفقكم يا رب كل واحد ينقول اللي يتمنى يا عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والشير ولا اول مرة حضراتك تشاهد فيها القناة شرفني ونورني بالاشتراك كان معكم مستر احمد وما تنساش كمان الاشتراك اسفل الفيديو قناة التليجرام تلاحهاكت ان شاء الله تفيدك في موضوع الاختبارات القبول بالمدارس المختلفة كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته